اشتركوا في القناة لانه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن يقسم لعظم هذه الدعوة كلنا يا جماعة اللي عندها هم اللي عليه دين اللي يريد زوات يريد ذرية فنحتاج حبتي في الله فعلا ان هذا القلب لا يتعلق الا بالله سبحانه وتعالى فالرسول الآن يريد ان يخبرنا عن دعوة ويقسم ويقوى الذي نفسي بيده ما دعى بها مؤمن الا فرج الله عنه هذه الدعوة لها قصة قصيرة في عهد عمر بن الخطام رضى الله عنه وارضاه كان سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه وارضاه جالس في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص جمعه خال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جالس وكان عثمان جالس جاء سعد يريد ان يسلم عن عثمان رب الله عنه وارضاه ذنه ورين سلم قال السلام وعليكم ورحمة الله عثمان خير جمعه ما رد السلام على سعد خضب سعد خرج من المسجد وذهب الى عمر كان هو الخليفة قال يا عمر احدث شيء في الاسلام صار شيء في الاسلام عندهم امر عظيما ليسلم مرد السلام تعال الان اذا سلم شخص كان غريب عنده هذا كده بشي يا اخي السلام الله هو السلام واسمنا اسماء الله السلام يا جماعة افشوا السلام بينكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذهب سعد الى عمر قال يا عمر صار شيء في الاسلام قال لي ما يا سعد قال سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام قال توني بعثمان الآن يجيني يقول عمر فلما اتى عثمان قال يا عثمان يسلم عليك خال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما لم ترد عليه السلام قال عثمان والله ما سلم سعد قبل سلمت هل يكذبون يا جماعة عشاهم فهم صحابة والرسول علمهم على الصدق في القول والعمل فقال سعد سلمت قبل قليل عليك يا عثمان كنت في المسجد تذكر عثمان قال نعم نعم رأيتك يا سعد ولكن لم انتبه لسلامك لاني كنت مهموما حزين كان عثمان مهموم وحزين مرات الشخص لجي معه يكون عنده مشكلة وعنده هم شاغلا باله يسمع عليه شخص ورعب وفلان ونت يمه صح مشغول بالك الآن بقضية أنت فعثمان كان مشغول بأمر عظيم قال عثمان نعم ولكن والله يسعد لم انتبه لسلامك لاني كنت مهموم وحزين قال ما الذي اهمك يا عثمان اسمع وش اللي اهم عثمان العفا رضي الله عنه وارضه قال في يوم الايام كنا جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام يجي مع متى في عهد عمر يعيه مات الرسول ماتوا بكر في عهد عمر وإلى عثمان في بالها السانفة قال في يوم الايام كنا جلوس عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرنا بدعوة قال والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه كان بيقول الدعوة دخل عليهم اعرابي وقطع عليهم الحديث والكلام واخذ يسع الرسول على الاسلام وعن الدين طول مع الرسول الصحابة تفرقوا عندهم حياء من الرسول سلم عليه صلوا عليه جماعة الشاهد قال تفرقنا وراح الرسول تفرق الجمع وإلى الآن ما عرفت وش الدعوة التي يقسم عنها أبو القاس قال عمر ونحن كذلك بعد عمر وحتنا بعد ودي ألفها كان جائز عمر معهم قال لهم سعد من أبي وقاس أنا أخبركم بهذه الدعوة لا تشيلون هم قال سعد من أبي وقاس فلما خرج الرسول من ذلك الجمع والجلسة قال تبعته مسرعا إلى البيت يمنى إيش يصير الرسول قلنا عنا هاي جماعة خال الرسول يعني يمون عليه قالت بيتي بيت مسرع فترق عليه البق قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قبل قليل قلت والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه ما هي رسول الله قال نعم يا سعد هو الذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ومسلم إلا فرج الله عنه فقال نعم يا سعد إنها دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم قط إلا فرج الله عنه أخواني احفظوا هذه الدعوة وقولوها لمن تحبون من أحبابكم قال لي عنده ذرية إلى الآن ما عنده ذرية له من زوج كم سنة عنه بهذه الدعوة والله الذي لا إله إلاه كم من شخص أخذ يقول هذه الكلمة فوالله يرأى الفتح عظيم من الله سبحانه وتعالى وبعض الأشياء اللي قلت مياها الآن تقول شيء خيالي بفضل الله ثم فضل هذه الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك أني كنتم من الظالمين قالها يونس بن متة لما كان في بطن الحوت في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فقال هذه الكلمات شقت ظهر الحوت وشقت ذلك البحر وشقت السماوات حتى قوية الملائكة يا ربي صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال هذا عبد يونس بن متة ثم قال الله بعد هذه الآية لما أطلق تلك الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين قال الله بعد هذه الآية فاستجبنا له ونجيناه منين من الغم كان في غم الآن ثم قال الله واشاهد وكذلك ننجي المؤمنين قال العلماء نستفيد من هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين أي أن هذه الدعوة ليست خاصة بيونس عليه السلام بل هي إلى جميع مؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم والذي نفسي بيده دعا بهذه الدعوة إلا فرج الله عنه فأحفظوا هذه الدعوة جاك هم جاك غم عليك ديون امراض سكر ضغط ما تزوجت تبي تخرج تبي نسبة تبي وظيفة تبي مال أرفع إيديك في فلث الأخير من الليل مع انكسار هذا القلب لا إله إلا أنت سبحانه كأني كنت من الظالمين والله وبالله وتالله تصديقا لكلام الله وكلام محمد صلى الله عليه وسلم سترى العجب العجب وسترى الفتح من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا سله جل وعلا بمنه وكرم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك بهذه وجهة طيبة أن يجمعنا وإياكم في جنات جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين صلى الله وسلم على بير المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين